سعودية طلعت قانون جديد للأحوال الشخصية خلال الأسبوعين اللي فاته بينظم بالتفصيل أحكام الزواج والطلاق وحقوق الأولاد والورث وغيرها وبعد نشره أصبح القانون حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي داخل المملكة إيه هي تفاصيل قانون الأحوال الشخصية الجديد في المملكة؟ ده اللي هتتعرفوا عليه في التقرير اللي جاي تابعونا قانون الأحوال الشخصية والأحكام المنظمة للعلاقات الأسرية الجديد في المملكة بيشمل الخطبة والزواج والمهر وحقوق الزوجين والطلاق والنفقات وحضانة الأولاد والنسب والوصية والورث والولاية والوصاية والهدف من القانون ده الحفاظ على استقرار الأسرة باعتبارها أساس المجتمع وكمان ضبط السلطة التقديرية للقضاء اللي هيعزز استقرار الأحكام القضائية ويقلل من الاختلاف في الأحكام ومش كده وبس ده كمان بيحدد العلاقات بين أفراد الأسرة الوحدة وحماية حقوقهم وسرعة الفصل في قضايا الأسرة القانون الجديد نص حق المرأة في إنفاق زوجها عليها حتى لو كانت غنية وإن الدولة تتحمل النفقة على مجهول الأبوين اللي بتشمل الطعام والمسكن والملبس والاحتياجات الأساسية وبيلزم القانون المواطن السعودي بتوثيق الوقائع المتعلقة بالأحوال الشخصية ومنها الطلاق والراجعة خلال مدة زمنية محددة وتعويد الزوجة تعويد عادل في حالة عدم التوثيق وحدد القانون الحد الأدنى لسن الجواز بـ 18 سنة وبيحق للمرأة فسخ عقد الزواج بإرادتها وحدها في عدد من الحالات وكمان بتقدر توثق الطلاق والمراجعة حتى لو زوجها مش موافق مع عدم وفقة الزوج وبيحافظ القانون على حقوق الأبناء في حالة الطلاق والانفصال بين الزوجين ده في الوقت اللي قال فيه الأمير محمد بن سلمان من عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء إن مشروع نظام الأحوال الشخصية استمد من أحكام الشريعة الإسلامية وهيسهم في الحفاظ على الأسرة واستقرارها باعتبارها أساس المجتمع وهيعمل على تحسين وضع الأسرة والطفل وضبط السلطة التقديرية للقاضي للحد من اختلاف الأحكام القضائية في قضايا الأسرة ولي العهد أكد إن نظام الأحوال الشخصية بيشكل نقل أنوعية كبيرة في جهود حماية حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وتمكين المرأة وتعزيز حقوق الأطفال وإن القانون جي شامل لمعالجة جميع المشكلات اللي كانت بتعاني منها الأسرة والمرأة وهيبدأ تنفيذه بعد تسعين يوم من نشره في الجريدة الرسمية رئيس ديوان المظالم ورئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف قال إن صدور القانون بيأكد حرص واهتمام المملكة العربية السعودية وخيادتها على حفظ حقوق الإنسان واستقرار الأسرة وبيحافظ كمان على كيانها وبيحمي حقوق أفرادها وبيعكس المستوى اللي بتشهده المملكة من تقدم في الزل رؤية 20-30 لرفع مستوى الشفافية وتحسين جودة الحياة للمواطن السعودي بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية أكد كتير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة إن القانون الجديد للأحوال الشخصية قانون محكم وبينهي الجدل والاختلاف في قضايا الأسرة وبيحفظ كل الحقوق